وقال للذين أنه ناجم منه ملكوني عند ربك فأنساه الشيطان ذكر ربه فلبس في السجن بضع سنين وقال الملك إني أرى سباب طرات سمانية كلهم سبع رجاف وسبع سنبلاد خبر وأخر يابسات يا أيها الملوقتوني في رؤياي إن كنتم للرؤيا تعبرون قالوا أبغاس أحلام وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين وقال الذين جاء منهما وادكر بعد أمة أنا أنبئكم بتأويله فأرسلون يوسف أيها الصديق أبتنا في سبع بقرات سمانية كلهم سبع عجاف وسبع سنبلاد خبر وأخر يابسات لعني أرجع إلى الناس لعلهم يعلمون قال تذرعون سبع سنين بأبا فما حسبتم فذروه في سنبله إلا قليلا مما تأكلون ثم يأتي من بعد ذلك سبع شداد يأكل لما قدمتم لهن إلا قليلا مما تحسنون ثم يأتي من بعد ذلك عام فيه يغاس الناس وفيه يعشرون وقال الملك أتوني به فلما جاءه الرسول قال ارجي إلى ربك فاسألوا ما بال النسوة التي قطعن أيديهم إن ربي بكيدهن عليم قال ما خطبكم إذ راوتتم ينسب عن نفسه قلن حاش لله ما علمنا عليه من سوء قالت مرات العزيز الآن حسحس الحق أنا راوتته عن نفسه وإنه لمن الصادقين ذلك ليعلم أني لم أطلع بالغيب وأن الله لا يهدي كيد الخائنين وما أبلغ نفسه من النسل أمارهم بالسرور إلا ما رحم ربي إن ربي وهو رحيم وقال الملكوني به أستغنص لنشي فلما كلمه قال إنك اليوم لدينا مكين أمين قال اجعلني على خزائل الأرض إني حفير عني وكذلك مكننا ليوسف بالأرض يتبوأ منها أي شيشاء نصيب برغم دنا من أجاء ولا أدير أجرا محسنين ولا أدير آكرة خير الذين آمنوا وكانوا يتقون وجاءتوا أن يوسف تدخلوا علي بارهم وهم لهم منترون ولما جهزهم بجهازهم قال اتوني بأهلكم من أبيكم ألا ترون أني قوم بالبيل وأنا قيل المنزلين فإن لم تاتوني به فلا جيل لكم عندي ولا تفربون قالوا سنرامد عنه أباه وإنا لقائلون وقال لكثيانه جعلوا بإطمعتهم في رهابهم لعلم يعرفونها إلىهم طلبوا إلى أهلهم لعلم يرجعون فلما رجعوا إلى أبيهم قالوا يا أبانا بنعمل إن الكير فعوش معنا أطالى نزل وإنا لقائلون وإنا لقائلون ولهل آمنكم عليه إلا كما أبينتكم على أبيهم فقرق الله خير حافظه وهو أرحموا واحدين ولما فتروا مدارهم وجدوا بضاعتهم وردت إليهم قالوا يا أبانا ما تبغي هذه مبعدنا وردت إلينا ونمير أهلنا ونحفظ أخانا ونرداد كير بعيد ذلك كير يسير قال لنقوص له معكم عدادون موسقا من الله لتأتن مني به إلا أن يحافظ بكم فلما آتوه موسقهم قال الله على ما نكون وكير وقال يا بني لا تدخلوا من ما من واحد وادخلوا من أدوام متغرق وما أغني عنكم من الله من شيء من الحكم لا لله عليه توكرتوا عليه بني توكر المتوكلون ولما دخلوا من حيث ولهم أبوهم ما كان يغني عنهم من الله من شيء إلا آجة في نفس عفوظ قضاء وإنه لدوء من ما علم الله ولكن أكثر الناس لا يعلمون ولما تطلوا على يوسف آواء إليه أبوه قال إني أنا أقولك فلا تبتأس لما كانوا يعملون فلما جهدهم بجهادهم جعل السباية في رأي أبيهم هم أذن مؤذن أية أنحين إنكم مزارقون قالوا وأقبلوا عليهم ما لا تتقدون قالوا نتقد سواع الملك والمن جاء به من بعين وأنا به ذعين قالوا سواع لقد علمكم ما جئنا لنفسدك الأرض وما كنا سابتين قالوا فما جزائه إن كنتم كاذبين قالوا جزائه ما وجدك رحيمة وجزائه كذلك لجد الوالمين فتبأ بيوعيتهم قبل وعاء أبيهم ثم استخرجا في وعاء أبيهم كذلك في بنادي أرسل ما كان ليأخذ أقار في دين الملك إلا أن يشاء الله نغفر درجات من نشاء وضعف كل نزيم من عليم قالوا إن يسرق فقد سرقاهم له من قبل فأسرها يسرق في نفسي ولن يبدها لهم قال أنتم شرما ما له والله أعلم بما تسرقون قالوا يا أيها العزيز إنه له أبا شيخا كثيرا نقول أحد ما مكانه إنا نرات من المؤسسين قال معاذ الله أن نأخذ أياما وجدنا مكاعا إن بوهنا إذا لظالمون فلن نستيأسوا منه فلسوا نبيا قال كبيرهم ألم تعلموا أن أداكم قد أخذ عليكم موسطا من الله ومن قبل ما ترغبكم في يوسف فلن أبرع الأرض حتى يأذنني أبي ويعكم الله لي وهو قير الحاكمين يرجعوا إلى أبيكم فقولوا يا أبانا إن ابنك شرق وما شهدنا إلا بما علمنا وما كنا بروي بحاكمين فسأل القوية التي كنا فيها والعيوة التي أقبلنا فيها وإنا لصادقون وقال ده سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جديد أصلاب أن يأتيني به جميعا إنه هو العليم العكيم وتولى عنهم وقال يا سسعى على يوسف وبيضبط عيناك من أذن ما هو تظير قالوا تالله تكتو تذكر يوسف حتى تكون حاجا أو تكون من الآلقين قال إنما أشكوا بسري وحزني إلى الله وعلم من الله ما لا تعلمون يا بني يتابوا فتحسسوا من يوسف واتيه ولا تيأسوا من الله إلا إنه لا لأسنوا من الله إلا الضوم الكابرون فلما تقلوا عليه قالوا يا أيها العزيز مسنا وأهلنا الضرور وجئنا ببطاعة مذجاة فأوذلنا الكين وتصدق علينا إن الله يجب المتصدقين قال هل علمتم ما فعلتم لي الصواهيه لأنتم جاهلون قالوا أئذنك لأنت يوسف قال أنا يوسف وهذا أبي قجم إن الله علينا إنه من يتكي ويسمع فإن الله لا يذكر أجر المرسلين قالوا الله لقد آساك الله علينا وإن كنا لقاطين قال لا تسريب عليكم اليوم يغفر الله لكم وهو أوهمه آهمين اذهبوا بطبيصي هذا فأبكوه على وجه أبي يأتي بصيرا وأتوني بأملكم أجمعين ولما فصلت لي وقال أبوهم إني لأجب لي حيوسف لولا أن تهمدوا قالوا اهتطران إنك لئن صلاحك القدير قال لما أني جاء البشر أبقاه على وجهه فوجد بصيرا قال ألم قل لكم إني أعلم من الله ما ما تعلمون قالوا يا أبا استغفر لنا جنوبنا إنا كنا قاطين قال سوف أستغفر لكم ربي إنه هو الغفور الرحيم فلما تقضوا وما يغسف آوى إليه أبويه وقال بخلو مصري شاء الله آمين